رحمة الله وبركاته رسميا زمالك يقايد سبع لعبين لعب زمال كوي خارج النادي جديد الأغاندي ترافيس موتيابا موعد أول مران لجزي نبتدي بزمالك يقايد سبع لعبين جدد في اتحاد القرى نجح مسؤول نادي زمالك برئاسة حسين لبيب في قايد سبع لعبين رسميا في سجلات اتحاد القرى بعد فتح سيستم القايد لنادي زمالك خلال الساعات الماضية مبروك لفتح القيد ونجح الزمالك في انهاء أزمة إيقاف القيدة المتعلقة باتحاد القرى المصري بعدما قام بسادات قصة المديونية المستحقة للجبلية وفتح التحاد القرى سيستم القايد للزمالك بعدما حضر لمقار الجبلية أحمد سلمان ورامي النصوحي عضوي المجلس وسدد قيمة القصة المستحقة والبالي 15 مليون جنيه ليدم فتح السيستم وأصبح من حق الزمالك قيد لعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية اللعبين الذين تم قيدهم هم محمد شحاتة من طلاق الجيش ونصر ماهر من فيوتشر وعحمد حمدي لعب مونتوريال الكندي والفلسطيني ياسر حمد ومهابي ياسر من الداخلية ومحمد عاطف من طنطا بالإضافة إلى زياد كمال من امبي دي بالنسبة للسبع لعيبة اللي ضفوهم للزمالك لعب زمالكاوي جديد خارج النادي لنهاية الموسم استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة لعب جديد من شباب النادي خلال الفترات الحالية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية وذلك ضمن حركة واسعة من نادي الزمالك لخروج بعض اللعبين الشباب عارق بالتزامن مع حسم العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة محمد هسان بيسو لاعب وسط الفريق إلى نادي السكة الحديد أعرض بيسو سوف تكون حتى نهاية الموسم الحالي من أجل منح اللعب فرصة للمشاركة ومنح فرصة للمشاركة وتحقيق استفادة فنية للعب من المنتظر أن يتم الأعلان عن أعرض بيسو للسكة الحديد بشكل رسمي خلال الساعات القادمة يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس للإعلان عن الصفقات الجديدة يبقى معاعد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الصفقات الجديدة هو يوم الخميس نروح لمين؟ نروح للأغاندي ترافيس موتيبة وصل منذ قليل إلى الأراضي المصرية اللعب الأغاندي ترافيس موتيبة لإنهاء إجراءات ضمه إلى صفوف نادي الزمالك اللعب الآن موجود في مقار الزمالك لإنهاء كل الأمور الرسمية بفكرة تعاقده مع نادي الزمالك ليكون لعبا في الزمالك بداية من الموسم القادم اللعب هو لعب منتخب أوغندا لشباب تحت عشرين عاما ويأمل وينتظر منه جمهور الزمالك أن يكون إضافة قوية لفريق القرى اللعب سيتم قيده تحت السن كمهاجم أجنبي وعلى الرغم من صغر سنه تم استدعائه في شهر يناير من العام 2022 ليكون ضمن منتخب بلادي الأول أكثر من مرة الزمالك يعمل بكل قوى للتعاقد مع أكبر عدد من الصفقات خلال الساعة القليلة القادمة حيث فترة الانتقالات تنتهي اليوم عند العشرة مساء بتوقيت القاهرة نروح لأول مران لجوزي يوميز كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن الموقف الحالي للبرتغالي جوزي يوميز المدير الفني المنتظر لنادي الزمالك في المرحلة القادمة البرتغالي جوزي يوميز الذي تؤكدت الأخبار أن المدير الفني الجديد للزمالك أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن البرتغالي سيصل خلال الساعات إلى الأراضي المصرية حيث سيعقد جلسة مع إدارة النادي من بعدها يتم الآلان عن التعاقد معه ويقود الفريق بداية من السبت القادم بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الحمد لله المصدر شدد على أنه تم الاتفاق بين الإدارة وبين المدير الفني على كل تفاصيل التعاقد وسيصل خلال الساعات ويوقع على العقود ويبدأ مهام عملي يذكر أن جلسة مرتقبة ستكون مع معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق لا حسب مصيره إما بالبقاء في الجهاز الفني أو الرحيل يلا مع السلامة كفاية عليه كده علشان ما ينفعش يا أخوانا يبقى نادي الزمالك نادي كبير بالمنظر ده ورفضنا شوق غريب أنه يجي يضرب الزمالك قلنا شوق غريب أصغر من أنه يضرب نادي الزمالك نادي الزمالك أكبر منه بكتير نروح نجيب المساعد بتاعه وعايزينه يبقى أساسي لا يتكل على الله كفاية عليه لغاية كده ده بالنسبة ل اسمه إيه ده؟ اسمه إيه؟ اسمه معتمد جمال لمعتمد جمال كفاية عليه لغاية كده زي ما بنقول لكم بالنسبة للمؤتمر اللي هيتعامل بتقديم الصفاقات الجديدة أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الصفاقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك في فترة الانتقالات الحالية الزمالك أبرم عدد من الصفاقات والتي ننتظر ونأمل أن تكون إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة إن شاء الله بإذن الله الزمالك سيعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس للإعلان عن الصفاقات الجديدة وتقديمها للجمهور الأبيض بصورة رسمية حتى الآن مجلس الزمالك عقد عدد من الصفاقات وخلال الساعة القادمة سيتعقد الزمالك مع عدد من الصفاقات الأخرى ونحن في انتظار المزيد المؤتمر الصحفي أيضا من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي جوزي جوميز نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك العظيم لأن نادي الزمالك بيستحق كل خير نادي الزمالك نادي عظيم وبطولاته نادي ما بيقفش على أي لعب أما بالنسبة لسيف فاروق جعفر اللي ظهر في الزمالك رغم أنه هو اللي ميشي وراح بيرامد مش مفروض كان يرجع نادي الزمالك تاني واصل منذ قليل سيف جعفر لعب بيرامد إلى مقر نادي الزمالك من أجل إنهاء انضماما للفريق والتوقيع على عقود عودته مرة أخرى يعني كده سيف جعفر في نادي الزمالك كمان في عبدالله السعيد عبدالله السعيد وقع لنادي الزمالك لأن الأيام الماضية شهدت مفاوضات بين مسؤول الزمالك وصيف فاروق جعفر ونادي بيرامد من أجل التوصل لاتفاق من أجل عودته للفريق مرة أخرى وشهدت الأيام الماضية هذه المفاوضات ووفقا لما نشرته زمالك نيوز في وقت سابق فإن زمالك تسلم الاستغناء الخاص بسيف فاروق جعفر من بيرامدز اليوم الأربعاء بعد اتفاق مع جميع الأطراف على شروط الصفقة يبقى دي الصفقة تمت خلاص بتاعت سيف فاروق جعفر وقام سيف فاروق جعفر بالتنازل عن جميع مستحقاته المالية لدى بيرامدز رغما عنه من العودة إلى الزمالك النادي الذي نشأ فيه بس كلمة بس لسيف جعفر طب ما انتا كنت في النادي انت مشيت ليه؟ مشيت علشان تسارك عليه في النادي بيرامدز فمحدش يرجع يقول لنا أصل هو ضحب مستحقاته المالية عند بيرامدز ورجع للزمالك علشان هو نشأ فيه طب ما انتا كنت فيه ونشأت فيه وسبته روحت البرامدز فما تتحكوش بقى على الجمهور انتو جبتوه ودتوله اللي هو عايزه انتو عارفين ليه فبنقول ايه؟ احنا كل اللي يهمنا مصلحة نادي الزمالك وكل اللي يهمنا ان اللي يلعب يلعب لنادي الزمالك وان الفريق بتاع نادي الزمالك بقى أقوى فريق ورجع نادي الزمالك للبطولات زي الأول وأكتر تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم نادي القرن الحقيقي وتحية كبيرة للجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك المحترم تحية كبيرة لنادي الزمالك